مرحبا من جديد إلى هذه المحاضرة من محاضرات مهارات اللغة العربية وسوف تكون المهارات التي تتعلمونها في هذه المحاضرة مهارات كتابية ولها علاقة دلالية هذه المحاضرة هي ترميزات كتابية وهي المقصود بها علامات الترقيم علامات الترقيم رموز توضع أثناء الكلام عند انتهائه بحيث يؤدي كل رمز منها وظيفة ومعنى أولا الفاصلة اعتدنا أن نسميها الفاصلة أو الفصلة الغرض من وضعها تحقق القارئ سكوتا خفيفا ليميز أجزاء الكلام بعضها عن بعض ومن مواضعها بين المفردات التي تذكر لبيان أقسام الشيء وأنواعه كما في قولنا مفرد ومثنن وجمع أقسام الكلام اسم وفعل وحرف اسم فاصلة فعل فاصلة حرف بين المفردات المعطوفة التي اتصل بها ما يطيل عباراتها تأتي الفاصلة كما في قول ابن المقفع على العاقل ألا يكون راغبا إلا في أحد ثلاثة تزود لمعاد أو مرومة لمعاش أو لذة في غير محرم من المواضع أيضا بين الجملتين التي يكون بينهما ارتباط في المعنى والإعراب كأن تكون الثانية صفة أو حالا أو ظرفا أو خبرا ثانيا عندنا أيضا من المواضع التي تأتي فيها الفاصلة بين الشرط وجزائه بين القسم وجزائه والله لئن فعلت كذا وكذا فاصلة لأفعلن كذا وكذا وكذلك إذا طالت جملة الشرط أو القسم يعني مثل ما ذكرت في المثال الذي قبل قليل تأتي الفاصلة أيضا من مواضعها بعد لفظ المنادأ وما يليه من الكلام أي تفصل بين لفظ المنادأ والكلام الذي بعده يا علي ثم نضع الفاصلة أحضر الكتاب نفصل بين المنادأ وبين الكلام الذي بعده عندنا من علامات الترقيم أيضا الفاصلة المنقوطة وتسمى أيضا الواصلة هذه عادة لها علاقة سببية هكذا بين جملتين فالغرض منها أن يقف القارئ عندها وقفة متوسطة أطول بقليل من سكتة الفاصلة وأكثر ما تستعمل في موضعين بين الجمل الطويلة التي يتركب من مجموعها كلام مرتبط في المعنى دون الإعراب وذلك لإعطاء التنفس بين الجمل عند قراءتها ومنع خلط بعضها ببعض بسبب تباعدها كما في قولهم ليس بلد أكرم من بلد أكرم البلاد ما حملك لاحظ أن الكلمتان أو الجملتان مرتبطتان في المعنى مع الاختلاف يعني فأكرم البلاد ما حملك جملة استئنافية ليس لها علاقة بجملة ليس بلد أكرم من بلد ولكن فصل بينهما حتى لا يختلط الكلام فلارتباطهما لأنه ما زال فيه رابط بينهما وضعت فاصلة منقوطة بدلا من فاصلة عادية من مواضع الفاصلة المنقوطة بين الجمل التي فيها سببية كما قلنا قبل قليل يعني إذا كانت الجملة الأولى سبب في الثانية أو الثانية سبب في الأولى مثال لما تكون الجملة الثانية سبب في الأولى فصل الموظف من عمله لأنه مهمل فلو لاحظنا أن الإهمال هو سبب الفصل الجملة الثانية سبب لحدوث الجملة الأولى وأيضا قد تأتي العكس فتكون الأولى سبب في الثانية بذر الغني ماله فاصلة منقوطة فافتقر ومديده إلى الآخرين ما سبب الفقر الذي أصاب هو التبذير والتبذير جاء في الجملة الأولى هكذا من استعمالات الفاصلة المنقوطة ترجمة نانسي قنقر